تسلم فخامة الرئيس تانجلون سيسوليث رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية في حفل الرسمي أقيم اليوم في القصر الرئاسي هورخام في العاصمة فينتيان أوراق اعتماد سعادة السفير مونة عباس محمود رضي سفيرا فوق العادة مفوضا لمملكة البحرين لدى جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية والمقيمة في بانكوك وقد نقلت سعادة السفير تحيات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاء وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى فخامة رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وتمنياتهما لبلاده وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار معربة عن سعادتها واعتزازها بتمثيل مملكة البحرين في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية لما يسهم في تعزيز العلاقات الودية بين البلدين الصديقين ومن جانبه حمل فخامة رئيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية سعادة السفير نقل تحياتها إلى صاحب الجلالة الملك المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياته لمملكة البحرين حكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والرخاء ولسعادة السفير كل التوفيق في مهم عملها في كل ما من شأنه تعميق علاقات التعاون والصداقة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات